الحمد لله الذي أتم علينا نعمه والصلاة والسلام عن نبي الأمين حمد عبد الله وعن آله وصحبه المعين أخواني وأبنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشعد اليوم بوجودي بين أخوتي وأبنائي في منطقة عزيزة وغالية لأخونا جميعا ولكم جميعا من الشكر والتقدير على مشاعركم الوطنية التي تعكدوا ومطلع لها قابل من مواطن القيادة من دولتكم والحمد والله الحمد والمن منذ تأسيسها لليوم تأسيروا بشكل ثابت على خط النمو والتطوع مع التماسك في عقيدتها وثوابتها قد من الله على هذه البلاد اشتراف خدم حرمين الشريفين وعليصات من دون شهتها على قيام وواجبها ومسؤوليتها بعد بما يخدم الحجاج والمعتمين والذوار لأداء مناسكم في راحة وطمانينة والمملكة تشهد رضي الله نهضة اقتصادية والاجتماعية هي نتائج الخطوط التنموية الضموعة التي استطاعت أن تحقق هداف كثيرة ومكتسبات عديدة من رئيس المملكة عبيرو الثلاثين تبنيناها تستهدف عادة حكاة الاقتصاد للدولة ورفع دامس مساتها وتنويع مصادرها الداخل ورفع المسارة الداخل تزيع هذا الداخل ورفع انتج المجتمع علينا جميعا الناس الذين يحصلوا على إنجاحها أيها الأخوة والحضور إن الأمنة في الأوطان نجل النعم ولا تنمية ولا علم ولا حضارة بالأمن وينبغي الاستمرار من كاتب الجهود المحافظة على هذه النعمة والتوية بهميةها وإننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي مع نعقد عليه عاجل الله آمن كبيرا في بلاد وطنه والشهور المسؤولية تجاه أيها المواطن ومواطنات إنكم مواطن ببلادنا والجزء بالأجزاء وطننا الغالي ومحل تمامي ولعايتي وأضطر على جميع أسحاب الجميل حيبز الوطن من هذه الأرض طيبة من مواطننا الغالي عزو الله عزو الله بشارك حنيم إما برجال مخلصين أحييكم من مواطنة ومواطنة وأشكرك معنا حفاوة الاستخبار أدعو الله سبحانه أن ننفقنا جميعا إما الوطن والمواطن وأن يحفظ بلادنا بكل مفروح يذيب عليها لتنعمة للطاهرة والباطنة والسلام عليكم ورحمة الله